السلام عليكم أعزائنا طلاب الصف العاشر الله يعطيكم العافية عنا درس المنحنى التكراري التراكمي المنحنى التكراري التراكمي طبعا من خلال مثال رحين نوضح أول فكرة كيف نرسم المنحنى التكراري التراكمي من خلال هذا المثال المثال يبين الجدول عندي جدول يبين الجدول التكراري المجاور الزمن الذي يستغرقه طلبة الصف العاشر في الوصول إلى المدرسة إذن في عندي جدول تكراري لاحظ الآن يمثل العمود الأول هو الزمن بالدقائق من الزمن X أكبر من صفر وأقل أو يشاوي خمس دقائق عدد طلاب بصل لمدرسة طلاب اثنين التكرار أو عدد طلاب طبعا العمودين هل يكون معطيك إياه المثال معطيك إياه المثال بعدين الفئة الثانية اللي هي الزمن من 5 إلى 10 العشرة من ضمن الفئة الخمسة مش من ضمن الفترة اللي هي بين أكبر 5 دقائق أقل أو يشاوي 10 دقائق 9 طلاب بصلوا للمدرسة إذن أقل أو يشاوي 10 دقائق بكون واصل 9 زي 2 هي 11 طالب ومن فئة من 10 إلى 15 دقيقة بين 10 و 15 ما عادى العشرة طبعا بكون واصلني 9 طلاب وأكبر من 15 وأقل أو يشاوي 20 دقيقة خلال فترة هذه بكون وصلني 8 طلاب للمدرسة وخلال من أكبر من 20 دقيقة وأقل من 25 دقيقة وصلني ثلاث طلاب وصلوا للمدرسة وأكبر من 25 دقيقة في زمن وأقل أو يشاوي 30 دقيقة بكون طالب واحد وصل فهذه الطلاب كلهم الآن الزمن بالدقائق والتكرار اللي هو عدد الطلاب المثال بقول لي أرسم المنحنة التكراري التراكمي مشان أرسمه أوليش لازم أعمل عمودين يعني السؤال بيجيك بدون هذه الأعمدة بيجيك هيك السؤال بيجيك عمودين اللي هو معطيك الزنب الدقائق ومعطيك اللي هو التكرار اللي هو التكرار هو عدد الطلاب إلا أنت مطلوب منك مشان ترسم المنحنة التكراري بنا نعمل إيش عمودين نعمل عمودين العمود الأول نسميه حدود عليا للفئات بنسمي العمود الأول اللي هو حدود عليا للفئات والعمود الثاني التكرار التراكمي طبعا أول لاحظ فيه خانة زيادة من الفوق لأنه في عندي ره أعمل حد علوي لفئة سابقة اللي هي X يساوي صفر لاحظ X أكبر من صفر فX يساوي صفر ما فيه فعند X يساوي صفر هاي حد علوي لفئة سابقة الآن يا محترمين الآن عندي تكرار التراكمي صفر ما فيه يعني عنده زمن صفر ولا طالب يكون واصل صفر فهاي راح تكون زيادة قبل ما نبلش الآن راح نبلش الآن الحد علوي للفئة هون X أقل أو يساوي هون X أقل أو يساوي خمسة الآن تكرار التراكمي بدي يكون عندي اللي هو لاحظ عندي ثنين وعندي صفر صفر زيادة ثنين اللي هو إيش؟ ثنين اللي هو صفر زيادة ثنين شو يساوي ثنين إذن عنده زمن أقل أو يساوي خمسة راح يصالني إيش؟ ثنين طيب الآن عنده زمن أقل أو يساوي عشرة عنده زمن أقل أو يساوي عشرة حدود عليا الفئة الآن راح يصالني تسعة وقبلها واصلني اثنين هايها إذن تسعة زيادة ثنين ويساوي شوه هداش إيجادة ثنين زائد تسعة شو يساوي بيكون واصلني هداشر طالب في زمن أقل أو يساوي عشر دقاء وفي زمن أقل أو يساوي خمسة عش إكس الزمن أقل أو يساوي خمسة عش بيكون الطلاب الوصيين المدرسة تكرار تراكمي بيكون هداش قبل والفترة هاي بيجينك زائد تسعة إذن هو يساوي عشرين إيش؟ طالب الآن بعدين بين الخمسة عش وأقل أو يساوي عشرين إذن الحدود العجلة للفئة هاي اللي هي إكس أقل أو يساوي عشرين بيكون واصلني عشرين قبل زائد ثمانية عشرين زائد إيش؟ ثمانية ويساوي ثمانية وعشرين طالب صار وصلني لغاية العشرين دقيقة الآن لغاية أقل إكس الزمن أقل أو يساوي عشرين خمسة وعشرين بيكون وصلني عشرين ثمانية وعشرين دقيقة قبل زائد ثلاث ويساوي واحد ثلاثين واحد وثلاثين وعند زمن أقل أو يساوي إكس حدود الفئة العليا هاي حدودها أقل أو يساوي ثلاثين بيكون وصلني من قبل واحد وثلاثين طالب وفي طالب أجاني وصل المدرسة بيكون وصلني 32 طالب إذن على الطلاب 32 طالب طبعا الآن العمود الثاني عملت له التكرار التراكمي التكرار التراكمي طيب الآن بنا نعمل خانة يا محترمين بنا نعمل أزواج بنا نعمل أزواج الآن x y مشان المستوى الباني راح يكون عندي x y x اللي راح يكون عندي اللي هي اللي هي الزمن هاي حدود العليا للفئات هاي راح تكون على محور x إذن راح يكون عندي x هون صفر والy اللي هو التكرار التراكمي إذن هون x وهون y في المستوى البياني الآن صفر وصفر الآن هاي راح x تكون خمسة و y اللي هي ايش اثنين وهون x عشرة و y اللي هي 11 وعندي هون x اللي هي خمسة عشر و y عشرين وهون x اللي هي عشرين و y اللي هي ثمانية وعشرين عندي x هون اللي هي خمسة وعشرين أزواج اللي طلعتهم العمودية منحطهم في أزواج واحدة ثلاثين وعند أقل أو يشاوي ثلاثين x ثلاثين y ثنين أو ثلاثين التكرار التراكمي إذن هيك عزائي الطلاب لاحظ السؤال أجاني في عمودين بالعمود العمودين هذول وأنا عملت عمودين وعملت أزواج إن شاء نعينها على المستوى البياني بحيث يكون عندي محور x هو الحدود العلية للفئات تعمل لي إياها وبتعمل لي المحور y هو التكرار التراكمي التكرار التراكمي ونعين هذه النقاط بتعين لي هذه النقاط ونوصل بخط يوصل بينهما خط منحنة ليس خط مستقيم بين خط منحنة يوصل بين هذه النقاط إذن الخطوة الأولى إذن قلنا الخطوة الأولى اللي عملناها أول شي عمل عملنا إيش عمودين عمودين اللي هنا عمود اسمه حدود عليا للفئات وعمود تكرار إيش تراكمي هالخطوة الأولى الخطوة الثانية كمان عملنا أزواج خطوة الثانية ها اللي هو إيش إيش كتابة أزواج إكس واي بحيث أنه إكس اللي هو حدود عليا للفئات حدود عليا للفئات وواي العمود هذا اللي هو إيش التكرار التراكمي طيب هالخطوة الثانية اللي عملت أنا الآن الخطوة الثالثة اللي راح نشتغلها مع بعض الآن تعيين إيش الأزواج تعيين الأزواج نوعين الأزواج في المستوى إيش البياني وحنا شغلنا على محور إكس وشغل إيش هاي هاي عندي مستوى بياني مرسوم لاحظ مستوى بياني مرسوم الآن ننعين النقاط اللي طلعناها الآن راح نعينها في المستوى البياني طيب لاحظ عزيز الطالب أول نقطة اللي هي 0.0 دعينا في المستوى البياني الآن 0.0 تعيين 0.0 من المستوى البياني هاي النقطة هي 0.0 نيجي على النقطة الثانية للنقطة الثانية اللي هي 5.2 لاحظ هاي عند 5 تقريبا هاي 5 هاي هنا يعني لاحظ يعني تقريبا 2 تجيجي إيش هون تقريبا هاي 5.2 لنشوف هون من صفر لخمسة درجناها يعني تكون أقل من نصف شوي يعني هون هاي النقطة هي خمسة واثنين النقطة الثالثة اللي كمان طلعناها عزائنا الطلاب اللي هي عشرة وحدعش بعينها في المستوى البياني عشرة وحدعش عشرة قلنا له محور إكس الزمن ومحور واي سمناه التكرار النسبي إذن هون الزمن بالدقائق طبعا ليش الحدود الحدود العلية تلفئات حدود عليا للفئات الزمن حدود عليا للفئات ونعينناها الآن العشرة قلنا النقطة الآن نعين نقطة احداثياتها عشرة وحدعش الآن لاحظ عندي عشرة نحور إكس هاي عشرة وحدعش بنظلنا نطلع عامودي حتى نصل رقم هدعش فقيون هاي عشرة تقريبا هيك عشرة وحدعش تقريبا هاي النقطة تقريبا هاي النقطة عشرة وحدعش تقريبي الآن عندي النقطة اللي بعديها اللي هي النقطة خمستاش وإيش وعشرين بنعين خمستاش وعشرين كمان نلاحظ هاي خمستاش منظن وهمنا حتى نصل إلى عشرين هاي النقطة اللي هي خمستاش وعشرين بالمستر أفضل يعني لو عملت أنت في المستر هيك يعني خمستاش وسيكون على أفقي عشرين أفقي program خمستاش وعشرين نكمل عندي النقطة عشرين وثمانية وعشرين النقطة عشرين وتمانية وعشرين ونظلنا ماشية عند 28 دقيق ثلاثة 50 لاحظ 26 27 يعني هون هاي 28 تقريبا 20 و 28 تقريبا تحت الثلاثين بشوي يعني تقريبا هون 28 أقل من الثلاثين 25 و 31 هاي 25 هاي 25 يعني النقطة 25 و 31 عسوى الثلاثين هون هاي الثلاثين هيك يعني هي تكون 31 فوقها بشوي صغيرة هون يعني تقريبا وعندي كمان النقطة اللي هي الأخيرة 30 و 32 30 اللي هي لغاية 30 دقيقة بيكون وصلين 32 طالب لغاية 32 دقيقة لغاية 30 دقيقة أقل من الثلاثين بيكون وصلني 32 طالب على المدرشة إذن 32 و 32 الآن هاي الثلاثين الآن 32 أي 30 و 31 يعني تقريبا 32 يعني هون الآن عزائي الطلاب أنا هيك بكون يعني عينت النقاط في المستوى البياني بعدين بخط مائل أوصل بين النقاط طبعا نصل بين النقاط بخط مائل طبعا يعني رسم خط مائل يصل بين النقاط هيك عزائي الطلاب بكون أنا يعني رسمت اللي هو المنحنى التكراري التراكمي للجدول اللي أعطاني إياه في المثال واحد اللي هو الزمن بالدقائق العمود الأول والعمود الثاني كان اللي هو عدد الطلاب يوصلوا للمدرسة وهذا هو محور واي يقولنا محور رئيسي اللي هو التكراري التراكمي اتفقنا عليه والمحور اكس اتفقنا عليه اللي هو الزمن بالدقائق للفئات الحدود العليا للفئات طيب خليني محترمين الآن نكمل الحصة عرفنا كيف الآن الفكرة الأولى من الدرس نرسم الآن المنحنى التكراري التراكمي الآن ننعرف في عندي الربيعيات نعرف شو معنى الربيعيات في عندي الربيع الأوسط والربيع الأدنى والربيع الأعلى والمدى الربيعي خلينا المفاهيم هاي يعني أول مرة تخذوها خلينا نشرح لكم إياها يعني الآن إن أنا نعرف شو معنى الربيعيات معنى الربيعيات مع مثال نوضح فيه بشكل أفضل الآن أول إشي رح نعرف مثلا الربيع الأوسط الربيع الأوسط نرمزه ب Q2 طبعا هو وسيط لإيش البيانات وسيط للبيانات إذن الوسيط اللي نأخذ زمان الوسيط نسميه الربيع الربيعي الأوسط إذن الروبيعي الأوسط الربيعي الأوسط يا محترمين هو الوسيط للبيانات في عندي الربيع الأدنى أقل واحد يعني نرزه برمز Q1 طبعا هو وسيط كمان هو وسيط كمان إيش النصف الأدنى من البيانات طبعا هسا بالمثال سيبين معك هذا التعريف بالمثال نصبره شوي بالمثال في عندي الربيع الأعلى الأعلى نرزه بـ Q3 هو أيضا هو وسيط النصف الأعلى من البيانات وفي عندي الآن عندي المدى عندي المدى الربيعي المدى الربيعي طبعا المدى الربيعي تعريفه هو مدى إيش البيانات التي تقع بين الربيع الأدنى والربيع إيش الأعلى للقيم أو نقدر نقول أنه المدى الربيعي هو نقدر نكتبه كمان كقانون أنه المدى الربيعي يساوي الربيع الأعلى الربيع الأعلى للقيم ناقص الربيع إيش الأدنى هسا إن شاء الله خلال المثال رحين تفهم كل إشي يعني سهل جدا رح شروعه من خلال المثال نطبقه رح نطبق مثال الآن يا محترمين ونجد الربيع الأدنى نجد الربيع الأعلى نجد الربيع الأوسط اللي هو الوسيط بشكل عام للبيانات من خلال المثال رحين نقل المثال الآن وراحين من خلال هذا المثال إن شاء الله رح توضحك الصورة بشكل أفضل الآن مثال 2 بقول لي المثال أوجد المدى الربيعي والوسيط الوسيط نفسه المخصوص فيه الربيع الأوسط يعني نفسه الربيع الأوسط الربيع الأوسط عفوا الربيع الأوسط أوجد المدى الربيعي والوسيط للقيم التالية معطيني قيم القيم معطيني إياها واحد واحد ثلاث 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 خمسة ستة ستة سبعة 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 ثمانية ثمانية تسعة تسعة معطيني الآن هاي القيم لاحظ بعيدهم واحد واحد ثلاث 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 خمسة ستة ستة سبعة 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 ثمانية ثمانية تسعة تسعة طيب أول شيء مشان نطلع الوسيط خلينا مش نطلع الوسيط أول شيء لإيجاد الوسيط أولا لإيجاد الوسيط ترتيب اللي هي القيم تصاعديا من طبعا معروف تصاعدي من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة من أصغر قيمة إلى أكبر أو أعلى قيمة لاحظ أنه مرتبات جهزات لاحظ أنه مرتبات من اليسار اليمين رتبناه من اليسار لليمين يعني الترتيب صحيحنا من اليسار لليمين إذن من أصغر قيمة إلى أكبر قيمة بعدين إيجاد الوسيط أو إيجاد الوسيط أو إيجاد ترتيب القيم مضبوط بعدين إيش من تحديد الوسيط نحدد الوسيط حسب تعريف الوسيط وقلنا تحديد الوسيط هي القيمة التي تتوسط هي القيمة التي تتوسط القيم بشكل عام إذن يعني تقع في النص وين القيمة تقع في النص هي بسميه الوسيط إذن الآن نحدد الوسيط الآن تحديد الوسيط وهو هو القيمة التي تتوسط القيم لاحظ القيم وين القيمة اللي جاية في النص لاحظ أن القيمة اللي جاية في النص الآن بتوسطهم القيمة رقم هاي ستة هاي هاي هي إيش الوسيط لاحظ عيمينها عدد القيم عيمينها واحد ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة لاحظ عدد القيم عيسارها واحد ثلاث أربعة خمسة ستة سبعة إذا هاي القيمة اللي تتوسط القيم بالنص جاية بسميه إيش الوسيط وسميناه كمان الربيع إيش الأوسط طيب الان يا راحض يا محترم عندي الان الان في عندي هاي البيانات هاي اللي جاية أصغر من الوسيط هاي هاي نسميها النصف الأدنى للبيانات هاي نصف أدنى النصف ايش الأدنى للبيانات وهاي القيم شايفين هاي القيم نسميها ايش النصف الأعلى للبيانات النصف الأعلى للبيانات إنه في عندي نص أعلى البيانات الأكبر من وسيط والأقل من وسيط بنسميها النصف الأدنى للبيانات الآن ننطلع للنصف الأدنى بدي أنسى هذول بدي أنسى هذول أنا الآن يا محترمين النصف الأدنى هاي شايفين نصف الأدنى هذول لطلع الوسيط كمان شايفين الآن ننطلع الوسيط هون حسب تعرف الوسيط الوسيط هي القيمة إيش التي توسط القيم هاي 1 2 3 4 5 6 7 تكون القيمة الرابعة 1 2 3 4 هذا الوسيط ما سنسميه الآن الربيع الأدنى مفهوم؟ حسب تعريف الربيع الأدنى ارجع تعريف الربيع الأدنى عرفنا هو وسيط النصف الأدنى من البيانات هذا الربيع الأدنى هو أيضا وسيط لكن ليس وسيط للبيانات كلها فقط للربع وسيط للنصف الأدنى للبيانات نأتي عن نصف الثاني من البيانات ننطلع وسيط الآن الوسيط سيكون عندي رقم 8 ستوسطهم فيه ثلاثة وفيه ثلاثة يسارها هذا سنسميه ربيع الأعلى ربيع الأعلى هو وسيط لكن ليس لكل البيانات لنصف الأعلى إذن النصف الأعلى للبعد الوسيط هذا الوسيط الرئيسي البعد الوسيط بكسميه ربيع أعلى والوسيط اللي الأحد اللي هي النصف الأدنى للبيانات هاي هاي النصف الأدنى للبيانات شاهفين هاي هاي وسيطها بسميه الربيع الأدنى مفهوم سهل إذا لدي وسيط لكل البيانات التي هي القيم العدد من الوسط في يهم كلها 6 متوسط الأرقام والأرقام هذه الآن نأخذ الأرقام هذه على سال وسيط والنصف الأدنى ولنأخذ وسيط الربيع الأعلى سهل الآن يا محترمي إذا طلعنا الربيع الأدنى والربيع الأعلى الآن ننطلع خلاص طلعنا الوسيط نحن نقولنا الوسيط هو 6 وطلعنا كمان الربيع الأدنى شو الربيع الأدنى 3 هو 3 وطلعنا الربيع الأعلى للبيانات الربيع الأعلى هو 8 طلعناهم 8 الآن ننجي على المدى ننطلع 4 الآن مطلوب نطلع الوسيط طلعناها بعدها بدون المدى الربيع nay المدى الربيع المدى الربيع حسب قانونه هو الربيع الأعلى نرية الربيع الأدنى الآن نطبق شو الربيع الأعلى الآن الربيع اللي هو 8 طبعا يخوان نكتب ليسال ليمين أرقام قانون كتبناه كيفين كيف لكن الأرقام نكتب الرقم اللي هو 8 8 ناقص ثلاث ويساوي خمسة إذن المدى الربيعي طلعناه خمسة والله يعطيكم العافية ونكمل حصة الجاي السلام عليكم ورحمة الله